طيب المسألة يا جماعة كانت مسألة جماعة كل اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي مسألة ميديم ترانسيميشل لين بقوله مية وخمسين وبيسلم باور كزا وباور فاكتور و باور و بولتش ستة وستين وميدين الار واقيل ان الكوندكتور ده نوعه كل فازة نوعها وميديني عدد ستراند تساعتاشر واقيل ان كل ستراند خمستاشر من مية طبعا المسألة ممكن لو جاء ممكن تيجي بطريقة تانية اللي هو يقول لك ما يجبلكش ستراند ويبقى سولد فسيان يعني سواء سولد سواء ستراند كل حاجة لها طريقته احنا احنا عشان ما حلناش على ستراند فاجبتها لك ستراند ممكن يكون الدكتور حلها لك كأنها على جهاز ان هو سولد الاتنين معاك فلو هو ستراند هيديني عدد الستراند ويديني بتاع كل ستراند ويديني المسافة بين كل فازة والتانية اتنين متر وهم موجودين يعني مسافات بينهم واحدة اتنين متر واستخدم عشان تجيب فاحنا اللي احنا عملناه جماعة سريعا اللي احنا عملناه آآ جبنا نسق في المايك عشان آآ الصوت ما يبقاش ناسي في المايك طيب اللي جبنا اللي فاز اتنين قانون بتاعنا اللي هو القانون ده انا فاضل الدي ام وعايز اجيب الار ام داش الدي ام خلاص هي اتنين متر لان الالتلات فازات زي بعض فالمسافة اتنين متر والار ام داش قلنا بنحسبها ازاي للستراند ان انا بجيب عدد الطبقات من خليل القانون ده بعد ما بجيب الار توتل بجيب الار ام داش عن طريق ان انا اضرب الار توتل في الريشيو والريشيو بنجيبها من الجدول اللي هو هيكون معطى عندي آآ بعد ما جبت الار ام داش بعوض في القانون طبعا الدي ام هتبقى الجزر التكعيبي للتلات المسافات في بعض اللي هي تكلها على اتنين متر بعد ما جبت الدي ام والار ام داش جبت بالقانون بتاعي جبت للفازة طلعت بالهنا لكل متر او هنا لكل كيلو متر لو انت عايز تحولها بعد ما جبت الال جبت الان عن طريق ان انا اضربها في اتنين باي اتف ال اتنين باي اتف انها ستقفل الماء اه بعد ما جبت ال ام لكل كيلو متر اضربها في الطول اجيب ال وانا كده كده معي الار برضو اه خمسة وسبعين من الاف اضربتها في الطول اتطلع من العاية الار بالاوم. اه معاية الار والايكس ال اللي جبت الزيد ال اللي هي ار زائد جي اكس ال او مقدار وزاوية. بعد كده قلنا فيه جزء جديد عندي اللي هو الكاباستنس. الكاباستنس القانون بتاعها اتنين باي ابسول ال على دي ام على ار اي. وقلنا ان الار اي هي نفسها الار من غير يعني لو هو سولد فانا باخد بتاع السولد. لو هو زي الحالة بتاعتنا. انا هاخد من غير مضربها في اللي احنا طلعناها من الجدول. زي ما كنت بحسب الال. وقولنا ده الفرق بين الال والسين احنا ما مندخلش في حساب نصف الكتر. اه بعد ما جبت السي بالفراد. السي جبتها فراد لكل متر. اه بعد كده بعد ما جبت السي ده بتجيب الواي جي اوميجا سي. اه طلع معايا او مهو لكل متر. ده ربطها في اللنز طلعت معايا اه بالمهو. اه بعد كده باستخدم ههو قال ليستخدم فالباي موديل. فالباي موديل بجيب الاي والبي والسي والدي بالقولنين اللي احنا حفظينها قبل كده. بعد ما اجيب الاي والبي والسي والدي اقدر اخش على القوانين بتاعة الر عشان اجيب اللي هو للفزة. وبعد كده ب Absolutely. سينديم حكذا. طبعا للفيس اللي هو في سينديم للفزة. وبعد كده طبعا المفزة عشان اجيبها لازم اول اجيب زي ما خدنا في اول خالص. البي على جازة ثلاتة في في الباور فاكتور. آآ والآي ار كمجدار هو الطائرة اللي انا جبته في سالب كوزاين ماينس واين الباور فاكتور لانه لاجنج فجبته كمجدار وزاوية عوضت جبت للفازة. آآ اضربتها في جازل تلاتة عشان اجيبها والريجوليشن القوانين بتاعة القوانين طبعا محفوظ عوضت بكل حاجة معايا. قدرت اجيب والكفاءة عشان اجيبها آآ جبت بالقانون بتاع معايا السي ومعايا الدي ومعايا كل حاجة. اجيبت اجيب للفازة. آآ بعد كده اجيبت بالقانون بتاعنا وبعد كده اجيبت الكفاءة على على كان فيه محفوظ مهندس بيسألني آآ ان انا اجيب ممكن اجيبها عن طريق ان انا اجيب زائد صح? آآ مش محفوظ. طيب. خلي بالك بقى من حاجة انت هجيب زائد مش محفوظ. خليك معايا طيب وجاوبني بقى. يعني انت هجيب الباور لوسز ازاي? اه انا كنت تربيع في وكانت بتطعلي بس يعني مسلا اقلب ثلاثة من عشرة من الكفاء. اه اقول لك ليه اقل بقى. لان خلي بالك ان الشكل بتاعك تركز معايا في البي مودل. الاي ار فين يا مش ماندس هنا. من رأس ما انا سيمها. فين الاي ار? ده ده صح? اه. صح ولا لا? طيب. انت عايز اللوصز هنا صح? في الار اللي هنا. هل الطيار ده هو اللي ماشي هنا? لا في طيار مفروض نزل في المكسف. صح كده. يبقى انت هيبقى في ايرور عندك. لانك عشان تجيب اللوصز مزبوط لازم الاول تجيب الطيار اللي ماشي هنا. عشان تجمعه مع ده وتجيب الطيار اللي ماشي هنا. عشان تجيب معايا اللي هنا. تقسمها على او تضعبها في الواي هنا. اللي يواء على اينين. خلي بلك لان دي واي على اتنين. هتدخل نفسك مخصة يعني. قصة تانية. ان انت الاول هتجيب اللي انت معاك ال v هنا. اللي هو ال v r فهتضربها في ال u على اتنين. مش ال u بس. لان ال v y على اتنين وgi على اتنين. فهتضربها في و على اتنين. خلاص? ويه? الطيار اللي جبته هنا تجمعه مع تجيب الطيار اللي ماشي هنا. سميه اي حاجة بقى. جبت ال اي اللي صح يا مش مانس ولا لا اه? اه اطمعانا مش مانس. تمام? هو ده اللي عمل لك الانت بتقول عليه. خلاص? فالقيمة هتطلع معاك بس مش اكيروت قوي. لو انت معاملتش الحتة دي هتطلع بس مش اكيروت. تمام? فالاسهل الاسهل ان انت تحسب هنا ومعاك هنا تترحل من بعد بنت اجبت بالباور اللي هنا اللي اللي هي. لو انت عايز تجيب الجسد. المسألة دي يا جماعة? المسألة دي. مش شرط تيجي بالشكل ده? احنا قلنا احنا قلنا تلات فازات دول ممكن يبقوا هوريزونتل. ممكن يبقوا بيردي. ودي هيختلف بس معاك هيختلف معاك الدي ام اللي اتنا ازا ما احنا اتفقنا الدي ام هي اللي هتختلف بس لان في الحالة دي هتبقى المسافات مش متساوية. طيب هل ان انا ممكن اجي اقول لك مسلا طب الكوندكتور ده هل المسألة دي بندل يا جماعة? المسألة دي بندل ولا ولا هي بس. دلوقتي هي يعني الفازة هي واحد. طب لو انا قلت لك كل فازة بقى عبارة عن اتنين اتنين بندل احنا خدنا تلات حالات. ممكن اتنين بندل وممكن ممكن تلاتة وممكن اربعة. كما انت عندك كتير ممكن المسألة تيجي كتير. بس هي نفس طريقة الحل. هي نفس طريقة الحل. خلينا ناخد بقى المسألة دي. المسألة دي هي هيها. بس لو قلت لك الفازة الواحدة هتتقسم لكزا بندل. تمام? اه ممكن اتنين ممكن تلاتة ممكن اربعة. كلهم بطريقة واحدة. بس طبعا قانون بيختلف. فلو جيت قلت لك طب يا بشو هندس المسألة دي عايزك بتحلها تاني. ريبيت بروبلم وان اف ايتش فاز لو كل آآ فازة بتتكون من تلاتة تلاتة بندل ستراندة كوندكتو. تمام? ايه بقى للكصة هنا? دلوقتي هو قسم كل فازة لتلاتة تلاتة بندل تلاتة كوندكتو. بيشيروا الطيارة. وزا طبعا هيديني ما بين كل بندل والتاني. جوة الفازة. خلي بالك. جوة الفازة. ببين كل بندل والتانية جوة الفازة المسافة نصف متر. كما هو مرسوم قدامك في الرسمة بتاعتك. طيب ومديني هنا الار. الار. من الدهارة زي الار اللي فاتت خمسة وسببين من الف اوم لكل فازة لكل كيلو متر. طيب. ركز معي عشان هنا هنقول كلام مهم. دلوقتي انت شايف الرسمة اللي قدامك دي الوقتي. الفازة نفسها يا جماعة ايه? دي الفازة نفسها. الفازة نفسها عبارة عن تلاتة بندل. واحنا قلنا تلاتة بندل بيترسموا بالشكل ده. ودي كانت من ضمن الحالات اللي احنا خدناها. تلاتة بندل بالشكل ده. جوة كل فازة والتانية. والمسافة بين البندل والتانية نصف متر. وبين دي ودي نصف متر وبين دي ودي نصف متر. طبعا ما بين الفازة والفازة من السنتر للسنتر اتنين متر زي ما هي. تمام? حد كده يقول لي طبعا الكوندكتور البندل نفسها لانها تفرق البندل ممكن تبقى وممكن تبقى حد بقى يفاكر كده السكشن اللي فات قلنا بنعمل ايه في الحكاية ديت? ايه لا يختلف? دي. ها. ايه لا يفرق دي على المسألة اللي فاتت? الار ام هديبقى ار ام ايه بقى? اللي انا بجيبها دلوقتي اسمها ار ام ايه? داش ولا دابل داش? دابل داش. انا دلوقتي هجيب ار ام دابل داش. لان المسألة بقت بندل. تمام? طيب كان الاول يا شباب بنبص على البندل نفسها هي صولد ولا ستراند? لو صولد فكدت بجيب الار ام. انا هراجع على الار ام كنا بجيبها ازاي? لو انا بكلم لو هو صولد. كنت بضرب نصف كتر الكوندكتور اللي هو البندل يعني نصف كتر الكوندكتور اللي هو ايه? اللي هو اللي هو واحد من التلاتة دول. او هيديني نصف كتر بتاعه. وبضربه في الريشو سابتة اللي احنا قلنا عليها او بوينت سبعة سبعة تمانية تمانية. وبعد ما اجيبي الار ام انا بتكلم ده لو صولد. بعد ما اجيبي الار ام كنت بجيب الار ام دابل داش ازاي? حد فكر القانون? اهو. لتريبل. لما يكون عند تريبل بندل. الار ام دابل داش بيستوي الجزر التكعيبي. جزر التكعيبي هو عدد البندل. في مين يا بقى ما عافيمين? في الار ام نفسها بتاعة البندل الواحدة. اللي احنا جبناها. مضروبة في مربع المسافة بين كل بندل والتاني. اللي هي نص المتل. اللي هي دي تربية. فونده كان محفوظ احنا قلناه الماري سكشن اللي فان. طب هنا بقى اشمعنا ما قلتش ار ام وقلت ار ام داش جوا? يا شباب ليه ار ام داش هنا? بالزبط لانها انا بكلم لو هو كان لو لو البندل نفسها صولد يبقى اسمها ار ام باجيب الار ام من القانون ده اللي هو الار في او بين سبعة سبعة تمانية تمانية وبقى وبعوض هنا بالار ام في القانون اجيب الار ام دابل داش. انما لو هو زي الحالة بتاعتنا هنا هتبقى ار ام داش جوه الجزر ويطلع معي ار ام دابل داش. طب ار ام داش اللي انا جوه الجزر دي هجيبها منين? ها? زي المسألة اللي الفاتت بالزبط. همشي بنفس الخطوات المسألة اللي فاتت. اللي هو الخطوات دي. اللي هي الجزء ده. همشي نفس الخطوات دي لحد ما جيب الار ام داش. وهنزود حتة كمان. يعني اهمش نفس الخطوات دي لحد ما جيب الار ام داش للبندل الوحدة. تمام? وبعد كده اروح ازود خطوة تانية. ايه الخطوة التانية اللي هزودها? ان انا اقول له هنا. الار ام بقى ضابل داش للتريبل مع بعض هيبقى جزل التكاييب الار ام داش اللي احنا جبناها لها خمسة خمسة تمانية سبعة خمسة مضروبة في الدي تربيا. دي دي قطوة اللي زادت عندي. دي اول حاجة زادت عندي في المسألة. تمام? لو هو تريبل بندل. تمام? فيها مشكلة الحتة دي يا جماعة? فيها مشكلة? طيب تمام. طب المقاومة بقى يا جماعة المقاومة المقاومة هنخلي بالنا من الوحدة اللي هو مدهالي. الوحدة هنا ايه اللي يقوم لكل فازة لكل كيلو متر? دي كده بالنسبة لي مقاومة البندل الوحدة ولا مقاومة الفازة على بعض? حد بقى يجاوبني كده يرد علي. المقاومة دي بالنسبة لي. بالوحدة اللي هو ايه اللي عليها دي? اوم للفازة لكل كيلو متر. هي دي مقاومة الفازة الوحدة على بعضها? ولا البندل? مفروض الفيزة. هو ايه اللي? اوم للفيزة خلاص هي اوم للفيزة. تمام? ودي هنفهمها من سياق المسألة. هو هيقول لي الريزيستنس. مثلا هيقول لي الريزيستنس بتاعة الفازة. طب حد يجاوبني يقولي ده وقال لي الار بيساوي الرقم ده. بس مدين الوحدة اوم لكل باندل. للباندل الواحدة. لكل كيلو متر. ايه اللي هيفرق? المعتقب ممكن اضرب في تلاتة عشان هو فيه سري باندل هنا? اضرب ولا اقسم? اضرب. هو التلاتة دول يا جماعة متوصلين باراليل ولا سيريز? تلاتة باندل اللي ماشيين في الخط ده. دول مع بعض توازي ولا توالي? يعني لو مقاومة دي ومقاومة دي. مفروض يبقوا توازي ولا توالي كده? توازي. توازي? يبقى اضرب ولا اقسم? اقسمها تلاتة. طبع? يبقى الار بتاعة الفازة هي الار بتاعة الباندل الواحدة? بس اقسمها على عدد الباندل اللي هي تلاتة. طب ليه ما عملتش الكلام ده هنا? لان هو مدهالي جاهزة. هو ايه اللي هنا الار بيساوي الرقم ده قوم لكل فازة لكل متر كيلو متر. فهي خلاص دي هو احنا هنعتبر دي كده المقاومة بتاعة الفازة على بعضها. ايا كان عدد الباندل اللي فيها ادي ايه? انما لو قل في المسألة. لأ دي مقاومة الباندل الواحدة نركز بقى لو دي مقاومة الباندل الواحدة اخدها واقسمها على عدد الباندل عشان اجيب الار بتاعة الفازة الواحدة. ده بالنسبة للمقاومة. تمام? طيب بالنسبة للا ال ما فيش الكلام ده في الال. احنا مجرد ان انا جبت الار ام على تلاتة. لأ ما فيش الكلام ده. انت مجرد ان انت جبت الار ام دابل داشت هتعوض في القانون يبقى انت كده جبت الال ايه للفازة. هتقول لي تاب وتأسير الباندل ظهر ازاي هنا هقول لك ما هو ما هو الباندل شكلها لو هي تلاتة بقت دخلت معي هنا دي تربيع. لو كانت اربعة لو انت كنت فاكر كانت دخلت معنا هنا ايه? كانت دي دي تكعيب كان في جزر كمان اتنين. لو انت فاكر القانون. تمام? فانا انا بكلم على الريزيستنس الوقت. عندما هتجيب الار ام دابل داشت وتعوض في القانون. الوا اتنين فا عشرة سالة سبعة الان. دي ام اللي هي تنين على ار ام آآ دابل داشت. آآ كده جبت الايه? كده جبت الال للفازة الواحدة. في مشكلة يا جماعة الحد هنا? طيب. آآ بعد كده. بعد كده. نكمل زي المسألة اللي فاتت. انا اقول لك نكمل زي المسألة اللي فاتت. يعني هتجيب الزد وتجيب الاكس ال وتجيب الزد. يعني مش حاليلة كلها بالتفصيل. بس انا بقول لك الفروقات بس بين المسألة والمسألة اللي فاتت. انا بقى انا كاتب بس الفروق. انما انت ممكن تكمل حل عادي. يعني الحتة الاكس ال والزد دي هي نفس اللي فات. انت معاك الال هتقدر تجيب اتنين باي اف جي اتنين باي اف في الال. وتقدر تجيب الزد اللي هي ار زائد جي اكس اللي عادي. وطبعا ما تنساش تضرب طول الخط عشان تحولها اه بالقوم الخط كله يعني. تضرب طول بتاع الخط. طيب السي يا جماعة السي القانون بتاعها هو اتنين نفس القانون. اتنين باي ابسلون نوت على الين دي ام على ار اي. الار اي في الحالة دي بكام بقى? هو زي زي الار ام ده نفس نفس قانون الار ام ده بلداش. بس حد يقول لي ايه اللي اختلاف بين ده وده? ايه اللي اختلاف بين هنا وهنا? انت شايف انا كاتب ايه دلوقتي ايه اللي اختلاف? يعني هنا عوضت هنا عوضت بالار ام داش. هنا عوضت بمين? بالار توتا. هنا عوضت بالار ام داش? هنا عوضت بالار توتا. المعلومة اللي احنا قلناها. احنا ايه اللي اختلاف بين المكسب والال. انه لما بجعوب بنصف القطر بتاعي بعوض ما باخدش الريشو في الاعتبار. ما بناخدش الريشو في الاعتبار. يعني ايه الكلام ده? يعني الريشو اللي احنا كنا جبناه. اللي احنا كنا جبناه من جدول او ضربتها في الار توتا عشان اجيبوا الرقم ده. وعوب به هنا في الال مش هعمل الكلام ده هنا. المال ايه? هتبقى تاخد الار توتا من غير ما تضربها في الريشو. هو ده بس الاختلاف يا جماعي. انا وبسطها هتقول الجزر التكعيبي. المربع المسافة برضو هو نفس مربع المسافة بين كل بندل والتانية. بس هضرب في الار توتا من غير من غير ما نضربها في الريشو. هطلع معايا الار اي. يعني اتمنى الناس تكون فاهمة الحتة دي. اللي مش يعني اللي مش وصلاله يقول لي. لان دي مهم. يا جماعة. يبقى دلوقت الار اللي ما عوق به هنا في كانت ار ام داش. جوة هنا ار ام داش. اللي احنا جبناها بعد ما جبت الار توتا في الريشو. انما هنا ار توتا من غير ما نضربها في الريشو. في الحتة دي. تمام? طب لو كان صولد يا جماعة لو كان صولد. حد يقول لي لو كانت دي البندل دي كده صولد. القانون هنا هيختلف بايه? لو كان دي صولد. مش ستراند. تلاتة بندل. الار ام اللي جوة دي هتبقى اسمها ار ام. تمام? اللي احنا قلنا هنجيبها عبارة عن الار في او بوينت سبعة سبعة تمانية تمانية. اللي هو ار هو نصف كتر البندل في او بوينت سبعة سبعة تمانية. طب هنا هيبقى مين? جزر التكعيم المين? ار ام ولا ار? الناس راحت فيه? اه تبقى ار ام مش مانس ار ام. هنا هنا في في السي. احط الار ام ولا الار? بهر يا مش مانس. ار بس ما تحطش الار ام. احنا قلنا الار ام مش هنحطها ار ام عشان مش هضرب مش هضرب في الريشيو. ما ننساش يا جماعة. السي بحط الار بس. تمام? انا بكلم لو صولد. الار بس. من غير ما تضربها في او بوينت سبعة سبعة تمانية تمانية. انما في وانا بحس بالآ وانا بحس بالاندكتنج. طب هحطها ار ام هنا جوه. تمام? زي ما عملنا في الاستراند. حطيتها هنا ايه? حطيتها ار ام داش. انما هنا حطيتها ار توتل. من غير ما اضربت في الريشيو بتاعت الجدور. تمام? ده طيب جبت السي. جبت السي. اقدر اكمل زي المسألة اللي فاتت. اجيب الواي. وبعد ما اجيب الواي. اقدر بقى اكمل باي موديل. واجيب البي اس. هوا خطوات واحدة. واجيب الاي اس. واجيب واجيب الافيشنس. واجيب الريجليشن. كلام طبعا انا سايبه لك عشان انت تحلها بايدك وتضرب نفسك. خلاص? بس هو ده الفرق الوحيب بين الاتنين. وانت على فكرة ممكن تخترع حاجات تانية. يعني ممكن تقول طيب لو انا خلتها اربعة باندل لو انا خلتها اتنين باندل. اللي هيختلف بس لو هو اتنين باندل او اربعة باندل. اللي هيختلف في القانون بتاع الباندل نفسه. تمام? كان اتنين لها قانون. وكان التلاتة لها قانون. وكان الاربعة لها قانون. افتكر احنا السكشن اللي فات حلنا على واحدة اربعة. تمام? فانت ممكن ترجع للسكشن اللي فاتح كنت بنعمل ايه? ماشي يا شباب? في مشكلة كده? فالمسألة دي لو جات لك المسألة دي لو جات لك بيبقى في ها كزا مطلوب. هي ممكن تجيلك ويبقى عليها كزا مطلوب. يعني يقول لك الان وهات السي. هات الار. هات الريجوليشن. هات الافيشنسي. هات الواحده. يعني عليها كزا مطلوب معهم. ماشي? طيب. آآ آآ فاضل معنا مسألة واحدة بس هفكرك بالجزء بس اللي احنا خدناه في الاول خالص اول حاجة في المتر مرم ووضوع الاولاني. فانا قلت ورضا جيب لك مسألة مسألة بس اللي هي ما فيهاش اللي هو مديك الزيد والواي جاهزين وعايزين بس نجيب فقط يعني. ده اللي هو جزء من المسألة اللي فاتت يعني. فهي مسألة هنا بيقول لي ايه? بيقول لي ستين هرتز تلتمية خمسة واربعين كيلو بولت والطول بتاع الخط امتين كيلو متر. هز مديك هنا الزيد جاهزة ومديك الواي جاهزة. ماشي? فهنا دي مسألة على الجزء الاولاني في اللي احنا خدناه في الااا في الاستكاشف. ده الجزء الاولاني اللي هو يديك الزيد على بعضها ويديك الواي او يديك الار والاكس ال والواي. تمام? فهنا مش محتاجين ان احنا نجيب ولا سي. زي زي المسألة اللي فاتت. تمام? اه هنا بيقول لي الحاملة بتاعي عند هو سبعمية ميجا وات. عند تسعة وتسعين من مية. المرة دي الليد. انا 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 يعني اتعمدت اقولها ليد. عشان ايه? نشوف الفرق. احنا كنا متعودين ان هو دايما بيبقى لاج. فالمرة دي هيبقى الفرق الوحيد ان الزاوية تبقى موجب. زاوية الطيار. اه هنا ايه اللي الخمسة وتسعين في المية من الريتت فولتج. هنا بقى مش مديني الفي ار اه دايريكت هو ايه اللي ان هو هو خمسة وتسعين من مية من الريتت فولتج. فين الريتت فولتج يا جماعة? هنا عندك المسألة. فين الريتت فولتج? لو ده هو ايه اللي الفولتج بتاع تلتمية خمسة وربعين. فده كده من لسبات لي هي طبعا للباي موديل هو عايز نحلها وبعد كده عايز والاي اس والباور عند ممكن نجيب كمان وبعد كده عايز الموضوع بسيط جدا فهنا نحلها سريعا احنا معنا الوحدة بتاعتك اوم لكل كيلو متر فانا هاخد الزد بتاعتي اهيه وهضربها في الطول اللي هو متين كيلو متر فانا جبت الزد بالاوم كذلك الواي من الدهالي بالرقم ده سيمون لكل كيلو متر فهضربها في الطول هيطلع معايا جي تمانية بوينت اربعة في عشر والسالب اربعة اه انا قلتلك برضه قبل كده لو كانتش لو ما كانتش بديك دي لو ما كانتش محوطت لك هنا الجي يا جماعة فقلنا الجي بتاعة الجي بتاعت الواي جي موجب مش سالب يعني اقعد قولي الواي سالب جي الواي بتبقى جي موجب تمام لانها عكس الكابستنس اه طيب بعد ما جبت الزد والواي اعوض عادي جدا زي ما خدت في المسألة الفتاة اللي هي الاي والدي زي بعض اللي هي واحد زد جواي زد على اتنين جبت الاي والدي وجبناها مجدار وزاوية وعلي كده البي هي الزد والسي بالقانون بتاعي جبت ايه جبت السي بعد كده الباقي زي ما احنا حلنا قبل كده ان انا اقول طبعا قلنا هو خمسة وتسعين من مية من اللي هو تلتمية سبعة تلتمية سبعة عشرين من عشر كيلو بولت وبرضه زي المسألة الفتاة بالزبط هجيب الطيار كالمجدار الباور على جازل تلاتة في في الباور فاكتور جبت الطيار اه هنا بقى يا جماعة اه خلى بالك ليد او هتنسى تركز هو ليد ولا لا تمام المرة دي ليد فالاشارة بتاعت الطيار موجب وزاين ماينس وان الباور فاكتور وادل المجدار انا جبت الطيار كالمجدار وزاوية خش بقى عوض هاتل الفازة ايه في الفي ار ادي الايه والفي ار ما ننساش برضو نقسم على جازل تلاتة وزايد البي في الاي ار جبت البي اس مجدار وزاوية بعد كده تلين هيبقى هو المجدار ده في جازل تلاتة لو انا عايز اجيبه بعد كده بجيب الاي اس اللي هو سي في البي ار زي الدي في الاي ار معي كل حاجة اجيب الاي اي اس بعد كده جبت الباور برضو زي المسألة الفتاة تجزل تلاتة في البي في الاي في كوزاين سيتا في نقص سيتا اي اس كل حاجة معايا اقدر اجيب واقدر اجيب الريجوليشن يا جماعة في مشكلة في النهاردة في المراجعتات النهاردة او في اي حاجة انت قابلك. الناس بقى تفتح المايا كده وتقول لي يعني في اي مشكلة? في حد عنده سؤال? الناس نعمت ولا ايه? يا رجالة. انتو معايا? ايه حد يقول لي حد يقول لي اي حاجة. يعني تمام الدنيا تمام? طب هاسأل سؤال بقى ترامى الدنيا تماما. انا هاسأل سؤال واحد بس بروش علاقة بالمسألة بس حد يجاوبني عليه. انا تماما حد يجاوبني عليه. يعني. ليه ليه هنا? دايما لما بديني تحل. انا مش عارف ايه في المايك عشان صرصوت بس ايه في المايك? ليه هنا كمقدار دايما احنا بنلاحظ انها تطلع اكبر من او معلش بتطلع اقل من الاي ار. يعني الف متين خمسة واربعين هنا. اه وهنا الف متين واحد واربعين. كذلك بس انا لو احنا طلعنا فوق. يعني دي مجرد مرحوظة بس عايز حد يقول ليه. برضو لو طلعنا الاي اس هنا متين وخمسة مسلا متين وخمسة والاي ار كان متين وتسعتاشر. لان لان الباور فاكتور ليدنج فالفي اس فالفي ار اطب اكبر من الفي اس فالضايار هيمشي من الفي ار لحد الفي اس. لأ. طب ما هو المسألة اللي فادت كان الباور فاكتور لاج وبرضو الاي اس طلع اقل. يعني لسه العقل لسه جاي الراحل الاهراب. يعني كان لاج برضو الاي اس اقل من الاي ار. نعم كلا على طائرات مش بولتو دي روحة. دايما الاي اس اقل من الاي ار. خلا بلنا ده في حالة الميديم بس. انتم فاكرين فاكرين اللي احنا خدناها من كده. لما كان فيه عندي لود وفيه عندي مكسف لما بتحط المكسف معه. فاكرين لما بتحط المكسف مع اي حمل. هتقول لي تب احنا حاطنا مكسف اول ما احنا في المكسفات اللي موجودة دي تعتبر مكسفات يعني كاني حاطت مكسفات على المكسف ده كان بيعمل ايه في الباور فاكتور. كان بيحسن الباور فاكتور. تمام? طب وكان بيعمل ايه تاني فاكرين المثلس اللي كنا بنلسمه ده. مشلس كده. كان كان المثلس بتاع القوة. كده. كده. وبعد كده بتحسن المثلس بيقل لكده. دي كان اسمها اس واحد ودي كان اسمها اس اتنين. لما الاس بتقل مش الطيار هيقل. يبقى السبب يا جماعة السبب من المكسفات دي لما تبقى موجودة تعمل على تحسين الباور فاكتور لما الباور فاكتور بيقل فالاي اي ار اللي ماشي هنا. اي ار اللي ماشي هنا هيقل هنا. فالاي اس تقل. فدايما بيخلي الاي اس اقل من اين? اقل من الاي ار. اقول لك بطريقة تانية ونختم بيها اقول لك بطريقة تانية. لو احنا اعتبرنا الفيزور دي اجرام الاي ار اتجاهه كده. الحاجات دي مالاش عن طابل مسألة بس حاجات بس اللي الفهم مش اخط. لو اعتبرنا الاي ار ده اتجاهه. تمام? وده الاي اس لما بنيجي نفس الاي اس يا جماعة الاي اس بيبقى عامل زاوية كده مع الطيقة. يعني بيبقى تقريبا بيبقى زاوية منفارجة. حتى عارف ليه? ليه الزاوية بتبقى منفارجة بين الاي اس و لاي ار? لان الاي بي لدي الجهد. اه وفين الجهد? الجهد مسلا كده. ده ارهو مسلا يعني. ده الفي ارهو. الفي ارهو لو لو اعتبرنا الحمل بتاعي لاج. يبقى الزاوية دي بتاعت مين? دي زاوية الفاي ار. تمام? اللي هو الفي ارهو والاي ار لاجه. تمام? والزاوية بين الاي اس والفي ار اصلا زاوية كم? سعيد. مش الاي اس اللي قصدي الطيار بتاع المكاسف معلش. انا بكلم على طيار المكاسف دلوقت. طيار المكاسف ده. اللي هو ماشي هنا. اللي هو الاي سي. الاي سي اللي ماشي هنا هيبقى تسعين. ليد الفي ار بتسعين. فلما تيجي تجمع بقى الاي ار دول. اللي هو الباشمانسر كان بيسألنا عن لصز. لما تجمع جمع اتجاهي. الاي ار مع الاي سي. هيديك هنا الاي اس. هتلاقي ان الاي اس كمقدار يطلع اقل من الاي ار كمقدار. ماشي? يعني دي مجرد للفهم مش اكتر. تمام? ملحوظة كده ان الاي اس بيبقى اقل من الاي ار في حالة الميديم بتهب بسبب بسبب وجود المكاسفات اللي موجودة عندي ان هي بتعمل تحسين للباور فاكتور. ماشي يا شباب? وكمان على فكرة هتلاحظها لو انت حسبت الباور فاكتور عند السيندنج هنا وجيت حسبته هتلاقيه طالع اعلى من تمانية من عشرة. بدليل ان ايبقى يعني لو جيت قلت لك هتلي في المسألة عند وطلعتها لي اقل من تمانية من عشرة تبدأ تراجع حلك لان المفروض يتحسن. ده في حالة الميديم انا كان في حالة الميديم. اه ماشي يا جماعة يبقى انت معاك النهاردة معاك كده بنسبالك اه موضوعين موضوع اللي هو اول موضوع خالص خدناه. والموضوع التاني اللي هو موضوع اللي انت تجيب الال والسي عشان تقدر تحيله. اما تجي لك دي لوحدها او دي لوحدها او تجي لك مسألة مجمعة ايا كان. الدكتور محمد اه شرح لكم حاجة زي كده. اخر محاضرة. يا جماعة. الدكتور محمد شرح لكم مسألة مجمعة? ولا ما شرحش? طيب ما اعرف اي ان كان دي مسألة ودي مسألة او دي او مجمعة انت معاك الاتنين. خلاص? فلو حد بقى بيذكروا يعني لو حد عنده اي مشكلة في اي حاجة وعايزين يعني اه لو حد يعني انتوا بيذكروا في قابلكو اي حاجة اه حد منكم بس يتواصل معي ويقول لي يعني. لو في اي مشكلة عند اي حد. ماشي يا جماعة? اه وربنا معكم ان شاء الله ورمضان كريم والسلام اشتركوا في القناة